موسيقى مستشار رئيس الوزراء للسياسة الخارجية يقول ان الاجتماع بين رئيس الوزراء والمستشار الالماني يعد محوريا في تعزيز العلاقات القوية القائمة بين البلدين موسيقى مكتب هاديس هبابا للمرات والطفل والشهون الاجتماعية يقول ان اكثر من 766 الف الطفل استفادوا في هاديس هبابا خلال العام المالي الحالي موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في نشرة الاخبار التي يقدمها لكم من استجهات هيئة لذاعة لثيوبية انا عبد الرحمن امين قال مستشار رئيس الوزراء للسياسة الخارجية السفير تايات كسلاسي ان الاجتماع المثمرة بين رئيس الوزراء بي احمد والمستشار الالماني اولف شولدز يعد محوريا في تعزيز العلاقات القوية القائمة بين البلدين واشار تاييل ان الزعيمين ناقشا الانشطة التي قامت بها الحكومة لضمان السلام الدائم في اثيوبيا والتحديات التي تواجهها وذكر ان تعليق الديون كانت جزءا من المناقشات حيث تم مناقشة دور اثيوبيا في ضمان السلام والامن في منطقة شرق افريقيا واكد السفير ان اجتماع الزعيمين يعزز العلاقات القائمة بين اثيوبيا والمانيا واشدد على استمرار العلاقات القوية القائمة بين البلدين والمبنية على الاحترام المتبادل والتفهم استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية سفير مسكانو أرقا نائب الأمين العام والمدير التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا تابعة للأمم المتحدة كلافير جيتيه وخلال المناقشة ذكر السفير مسكانو أن إثيوبيا تولي أهمية كبيرة لعمل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وأن الحكومة ستواصل تعزيز علاقاتها التاريخية مع المفوضية وقال كلافير جيت أن اللجنة ستعمل بشكل وثيق مع إثيوبيا وإفريقيا من أجل تنمية اجتماعية واقتصادية عامة وأضاف الأمين العام للمفوضية أن دولا مثل إثيوبيا ستجد طرقا للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية لخصة الديون وإيجاد تمويل للتنمية أكدت وزارة الصحة الإثيوبيا أنه ينبغي تعزيز دعم الجهات المانحة لتحقيق الهدف الممثل في توصيل المؤارد الصحية المختلفة بسرعة إلى المرافق الصحية في عديد من المناطق في البلاد وتبرعت منظمة البحث والتطوير الأمريكية بعشرة سيارات بيكاب حديثة من طراز لاند كروز لخدمة كروزر لخدمة توصيل الأدوية في إثيوبيا وفي عمل تسليم وفي حفل التسليم قالت وزيرة الدولة للصحة فرهيوت أبابا أن المساعدات ستساعد على توصيل الامدادات الطبية الأساسية بسرعة إلى المرافق الصحية البعيدة عن المجن في المناطق النائية وقال السيد جيف هيمانز أن مساعدة المركبات ستساعد بشكل كبير جهود إثيوبيا في إيصال الامدادات الطبية للمرافق الصحية ومظهر من مظاهر التعاون بين إثيوبيا والولايات الاتحدة الأمريكية لتحسين النظام الصحي في البلاد وعلنت خدمة توفير الأدوية الإثيوبية أنه كان من الصعب تقديم لقاحات شديدة الحساسية بعناية وسرعة وأن مساعدة المركبات ستسمح للمشروع على الوصول إلى المرافق الصحية بشكل مباشر قام أفد المملكة العربية السعودية بقيادة وزير النقل والخدمات اللوجستية أمعالي المهندس صالح بن ناصر الجاسري بزيارة إلى ميناء موجو البري للشاحنات وميناء أندودي الوقعين في إقليم أوروميا وحديقة انتوتو الوطنية في العاصمة يدي سبابا المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عبد الرحيم محمود قام أفد المملكة العربية السعودية برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية قام معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسري كلال زيارته قسمية لإثيوبيا بزيارة ميناء موجو البري للشاحنات وميناء أندودي الواقعين في إقليم أوروميا وحديقة أنتوتو الوطنية في مدينة أدس أبابا وقال معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسري إنه مؤجب للمشاريع التي قام بزيارتها بسم الله الرحمن الرحيم أولا أنا سعيد بزيارة جمهورية إثيوبيا وهي أول زيارة لي وأشعر بسعادة كبيرة وشكر لحسن الضيافة والاستقبال كما وتيحت لي الفرصة لزيارة ميناء موجي ومحطة السكة الحديد وقد أسعدني ما رأيت من تقدم وتسارع في التنمية كما أن الأرقام الاقتصادية تشير إلى نمو اقتصادي كبير ومستقبل بإذن الله باهر لهذه البلاد التنمية القائمة بالمملكة العربية السعودية هي تنمية استثنائية تنطلق من رؤية مباركة يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وتنفذ عبر العديد من الاستراتيجيات كما طلعت على الجهود القائمة في أثيوبيا وفيها الكثير من الطموحات وتحقق العديد من الإنجازات فنسبة النمو في الناتج المحلي هو الأعلى في أفريقيا كما أن المملكة أيضا النمو فيها يعتبر الأعلى بالمنطقة والثاني في دول المجموعة العشرين فهناك الكثير مما نطمح له سويا والكثير من الفرص التي من الممكن أن نعمل عليها سويا بإذن الله وذكر أن الألاقة بين البلدين ألاقة قديمة ومثل هذه الزيارة تؤزز وتطور هذه الألاقة التاريخية والعلاقة التي تربط بين المملكة العربية السعودية واثيوبيا علاقة راسخة في التاريخ منذ أيام الملك النجاشي والملك العادل الذي استضاف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن العلاقة بين البلدين في هذه المرحلة تمر بمرحلة من التعاون والازدهار كما أن الفرص لمزيد من التعاون كبيرة هذه الزيارة تحتل فرصة للاطلاع على الإمكانات الكبيرة الموجودة في هذه البلاد سواء في المجال الزراعي أو في المجالات الخدمية والصناعية وقطاع النقل والخدمات اللوجستية يلعب دور كبير وهو محرك اقتصادي وأي استثمارات تتم في هذا المجال يكون لها أثر كبير على التنمية الاقتصادية أعتقد أن هذه البلاد تسير بالاتجاه السليم بفضل الخطة والتي وضعها في خامة رئيس الوزراء أبي أحمد وفريقه المتكامل وهي تخطو خطوات موفقة ونحن نسعى إن شاء الله أن نعزز علاقات التعاون القائمة بين البلدين وقال معالي المهندس صالح بن ناسر الجاسري إنه أجرى مباحثات مسمرة مع وزير النقل واللوجستيات الدكتور ألم سيميري للأمل ما أن في مجال النقل واللوجستيات المملكة العربية السعودية تمر بمرحلة تحول كبيرة بتنفيذ رؤية المملكة المباركة العشرين ثلاثين وما ينبثق عنها من استراتيجيات مختلفة ومنها الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تسعى لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي وهذه الاستراتيجية لها مستهدفات طموحة جدا وقطاع النقل والخدمات اللوجستية هو ممكن لكافة القطاعات وهناك العديد من التجارب التي اكتسبناها على مر السنين وأيضا في تنفيذ استراتيجيتنا الحالية وما ينطلق منها من ألاف المبادرات وهي أمور كانت محل حديث ما بيني وما بين معالي وزير النقل ويعني أن تبادل التجارب والمعارف مع بعضنا البعض لما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز التعاون بينهما حقيقة هناك تبادل تجاري طيب بين البلدين ولكن الفرص أكبر من ذلك بكثير وأعتقد أن البلدين يعملان على تطوير هذه التعاون في شتى المجالات بما فيها التبادل التجاري وحركة العمالة والسياحة والتعاون على المستوى الدولي والإقليمي ذكرت عمدة مدينة أديسة بابا سيدة دانة شابيبي إنه تم تكريم الطلاب الذين حققوا النتائج عالية في امتحان شهادة الثانوية العامة وقالت في رسالة نشرتها العمدة على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي إنه على الرغم من أن النتائج لم تكن بشكل مطلوب لكنه تم شكر ومكافأة الطلاب المجتهدين الذين حققوا النتائج العالية وقالت عمدة مدينة أديسة بابا إن التعليم جزء من مسيرة بناء لاجيال وسيستمر تعزيز العمل فيه وتمكين المدارس لتحقيق نتائج أفضل عقدت سفارة الإثيوبية لدى دولة باكستان اجتماعا لتعريف كتاب جيل مدمر الذي كتبه رئيس الوزراء الإثيوبية الدكتور أبي أحمد والذي يجسد فكرة وفلسفة وخطة بناء الأمة من خلال التازر المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد أمين أحمد عقد السفارة إثيوبية لدى باكستان اجتماعا لتعريف كتاب جيل مدمر الذي كتبه رئيس الوزراء الإثيوبية الدكتور أبي أحمد والذي يجسد فكرة وفلسفة وخطة بناء الأمة من خلال التأذر وقال سكريتري وزيرة التعليم الفيدرالية الباكستانية شودري أن كتاب مدمر هو فكر سياسي واقتصادي لرئيس الوزراء دكتور أبي أحمد وثيقة الصلاة بقطاع التعليم لبناء جيل المستقبل وأضاف السكريتري أن مدمر كفكر فلسفي يؤكد على كيفية ترابط حياة الإنسان بأكملها مع بعضها البعض وأضاف أن الفلسفة تشمل التأذر والتزامن واستكشاف الترابط وهذا ما نعرفه جميعا أن حياة الإنسان بأكملها مترابطة نوعا ما مع بعضها البعض وقال إن فلسفة مدمر ذات صلة إذا علمنا أطفالنا نوعا من الكفاءة والمهارات والمعايير المطلوبة لبناء الأجيال المستقبل أعتقد أنه لن يتم ذلك إلا بناء على هذا الفكر ومن جانبه قال السفير لثوبي لدى باكستان جمال بكر إن مدمر هي فكرة فلسفية ونموزجية لرئيس الوزراء أبي أحمد وأشدد السفير على أن مدمر تم تصميمه وتغزيته وتطويره وتنفيزه من قبل قائدنا الناجح الذي يقود ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان كما أوضح فلسفة مدمر لرئيس الوزراء الحائزة على جائزة نوبيل للسلام وبطل البصمة الخضراء ومدافع عن التكامل الإقليمي والوحدة الإفريقية وفي إشارة إلى أن الكتاب الذي تم الكشف عنه هو الكتاب الثالث لرئيس الوزراء أبي أحمد يشارك رؤيته خول التآذر وكيفية البناء على قوة الماضي وتنمية إمكانات الحاضر وربطها بالمستقبل وذكر السفير أن فكرة مدمر تضأ الأساس وتحدث تغييرا كبيرا لتعزيز القدرة التنافسية الوطنية السياسية والاقتصادية والدولية وإنشاء مجتمع أخضر في إثيوبيا وعضاف جمال أن رئيس الوزراء لديه طموح كبير للدفاع عن أجندة الوحدة الإفريقية والتكامل الإقليمي وقال حريص على تعزيز الوحدة والتضامن بين الأفارقة للدفاع عن الوحدة الإفريقية والحفاظ عليها وهو يلعب دوره مع الأفارقة الآخرين للحصول على حصة عادلة وعرض في السياسة الدولية المتطورة وأشار إلى أن التكامل الإقليمي سيكمل بشكل خاص رغبة إثيوبيا في السعي للوصول الدائم إلى البحر الأحمر من خلال الحوار والنهج الدبلوماسي وأكد جمال أننا نتطلع أنكثب إلى العمل مع الدول المجاورة لنا والحلفاء الإقليميين لتعزيز هذا التعاون الذي من شأنه يعزز التكامل الإقليمي وقال ظفر باختواري رئيس الرابطة الإفريقية الباكستانية أن فلسفة مدمر ذات قيمة بالنسبة لشعب باكستان حيث يواجهون نفس التحدي في إثيوبيا وأضاف أن هناك أشياء كثيرة مشتركة بين باكستان وإثيوبيا بما في ذلك التحديات لذا فإن جيل مدمر هو الكتاب الأكثر قيمة بالنسبة لشعب باكستان وإن رؤية رئيس الوزراء أبي أحمد وفكره وفلسفته وثيقة الصلة أيضا بباكستان ويمكننا أن نتعلم الكثير من هذا الكتاب ومن فلسفة رئيس الوزراء أبي أحمد أعلن مكتب أدي سبابا لشعون المرأة والطفل وشعون الاجتماعية أن أكثر من 766 ألف طفل كانوا من المستفيدين من خدمات المكتب خلال العام المالي الحالي ويتم الاحتفال باليوم العالمي للطفل تحت شعار دعونا ننقل الحب والفضيلة إلى أطفال اليوم وأدلت رئيسة مكتب المرأة والطفل والشعون الاجتماعية في أدي سبابا سيدة وينشت زرهن ببيان بخصوص الاحتفال وقالت بعملي وأشهدت بعمل المكتب على إتاحة البرامج من خلال خيارات الدعم المختلفة لضمان الرعاية الشاملة وأفادت بأنه يجب العمل لضمان عدم تعرض الأطفال للإذاء الجسدي أو النفسي وحماية حقوق الأطفال وسلامتهم ويتم الاحتفال باليوم العالمي للطفل في إثيوبيا للمرة الثامنة عشر وللمرة الرابعة والثلاثين في العالم بفعاليات مختلفة مشاهدينا وفي ختام النشرة تذكير بأبرز العالم مستشار رئيس الوزراء للسياسة الخارجية يقول إن اجتماع رئيس الوزراء بي أحمد والمستشار الألماني يعد محوريا في تعزيز العلاقات القوية بين البلدين وزارة الصحة تؤكد على ضرورة دعم الجهة المانحة لتحقيق الهدف المتمثل في توصيل الموارد الصحية للناطق الماضي مشاهدين الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نسرتنا لهذا اليوم أشكركم على حسن المتابعة وحتى ما اتقيا في نشوات خادمة تنتم سابقا اشتركوا في القناة